فنانين كتير بيظهروا في عمل او اتنين وبعدين بيختفوا وما حدش بيسمع عنهم حاجة لكن لما يبقى الفنان اللي بيختفي ده ابن نور الشريف وبوسي يبقى الموضوع غريب شوية مي نور الشريف كلنا نعرفها طبعا مش بس عشان بنت نجمين كبار لأ عشان شركت في اكتر من عمل فني من خلال والدها مي لها حكايات وقصص كتير خاصة بعد اختفاقها تعالوا نعرف هي فين وبتعمل ايه مي نور الشريف رحلتها في عالم الفن ما كانتش طويلة بدأت بشغف وحب وانتهت في هدوء وكانت من اللواهب الشابة ووعيدة جدا في مجال التمثيل لكن اختفت في ظروف غمضة ومشت الطريق بشكل غلط وبالرغم من وهي طفلة صغيرة كانت بتمثل مع والدها نور الشريف وماميتها بوسي وكانت الناس بتتوقع لها مستقبل مليان نجاح زيهم بالزبط ما قدرتش يتوصل مسيرتها الفنية واعتزلت التمثيل نهائيا بعض عزوف المنتجين والمخرجين عن ترشحها في اعمالهم مي من 2017 ما شركتش في اي عمل فني واختفت تماما عن الانظار حتى الاهتمام بظهورها بدأ يقل تدريجيا والحاجة الوحيدة اللي لسه بتتواصل بيها مي مع جمهورها ولو دخلت عندها على انستجرام هتلاقي معظم صورها مع ممتها الفنانة بوسي واختها سارة وخلتها الفنانة المعتزلة نورا وغيرها من الصور العائلية وبعض الصور مع الاصدقاء غير طبعا صورها مع الفنان نور الشريف اللي بتنزلها من وقت للتاني ممكن يعدي عليها شهور ما تنشرش حيجة تاني واخرها كانت صورة لها مع الفنان نور الشريف واللي نشرتها قبل اسبوع بالتزامن مع ذكرى ميلاده واتكلمت في البوست عن قد ايه وحشها ومفتقدي في حياتها وقد ايه كرامة هي اختها بتربيته ليهم عيشت مي حالة من الاكتئاب الشديد بعد وفاة والدها الفنان نور الشريف وحاولت تتجاوزها بانها تنزل وتشتغل لكنها ما قدرتش تتخطى احزانها ولا الاكتئاب اللي سيطر عليها وكان اخر اعمالها مسلسل اللهم اني صائم مع الفنان مصطفى شعبان في 2017 ومن بعدها مي قفلت على نفسها واكتفت بانها تستمتع بحياتها الاسرية بعيدا عن الاضواء دخلت مي مجال التمثيل من وهي عندها 3 سنين من خلال اعمال والدها ووالدتها واول مشاركتها كانت في مسلسل الحكم اخر الجلسة وبعدها شاركت في مسلسل اللقاء التاني ومنه لفيلم لعبة الانتقام ووقفت فترة عشان تتفرغ لدراستها وتعيش طفولتها اتخرجت مي من الجامعة الامريكية اللي درست فيها الاعلام وتخصصت في الإذاعة والفلسفة والمسرح قبل ما ترجع تاني للتمثيل في 2007 من خلال مشاركتها في مسلسل الدالي مع روح النور الشريف والشاركت في المسلسل بأجزاءه التلاتة واللي كان اخرها في 2011 مي نور الشريف عندها 40 سنة وما حققتش اي حاجة في حياتها وبعد رحيل والدها قفلت على نفسها هي والدتها اللي رغم كبر سنها الا انها لسه بتمثل وعايزة تظهر واختها وجزة اللي بتربطهم كلهم ببعض علاقات قوية جدا ومعاهم خلتهم الفنانة نورة بعضها مي قدمت مجموعة من الاعمال منها ما تخفوش ووادي الملوك وعرف البحر واللي كان اخر اعمال نور الشريف واللي من بعده دخلت مي في حالة اكتئاب شديدة ووزنها زاد وما كانتش عارفة تنزله وعملت محاولات كتير عشان تخس وكلها فشلت وحاولت ترجع تاني من خلال مسلسل اللهم اني صائم لكن ده مخرجاش برضو من الحالة اللي كانت فيها مي كمان ما كانتش محظوظة من ناحية الحب والجواز ارتبطت بقصة حب مع الفنان عمر يوسف وقت مشاركتهم في مسلسل الدالي واتخطبوا فعلا لكن الموضوع ما كملش كتير وانفصلوا وبعدها انتشرت اخبار كتير عن جوازها وانفصلها وكان اشهرها جوازها من ابن الفنان هاني شاكر لكن مي نفت وقالت مش حقيقي واخر اشعة كانت جوازها من مدرب الرأس الشهير خالي تيجانة بسبب ظهورها ويبترقس معاه بشكل عفوي وكان في فرح الفنانة دونيا عبدالعزيز ومصدر مقرب من مي قال ان كل الكلام ده مش حقيقي نهائيا وان مي تيجانة اصدقاء ومعروف عنه خفة الدم وده كموقف من اصحاب عادي ومي بتحاول تباد عن الشائعات لانها مستمتعة اكتر دلوقتي بحياة الهدوء والبعد عن الاضواء